هذا قليل أقليل لإذا ترغبهم هكذا ليست مشاركة بلات ولا يتباجة ومجموعة الفلاحة أو الجزارة قرروا أنهم يطاحتون السوم التالش ومعضوا وما يطاحت السوم أكثر كيف يصلوا؟ يصلوا 30 دينار سوم الكيلو 30 دينار لا لا يستقر لأنه يصل إلى 35 دينار ولكن السوم المزيدة يتباعت المزيدة عن الأخرى فلاحية العلاج المزيدة هل يمكنك أن تكون متاحاً؟ ثلاثين معقولة معقولة أنت بخمسين تشرية أنت حسام أنا من شريش أنا وليت نباتي نجوزوس أما هنا إشماع اللي في كبولات إشماع اللي في كبولات بالحق مبادرة وبالنسبة لما حسوا بزوال لأنه شعارهم في الحكاية هذه يربيع تأخيره والمتر موجودة والحشيش موجود ويجرّب الحمل الحملة المحلية لا بدأت إقليمياً تونس المغرب ليبيا في البلادس لا ننسوا شيئاً في المواحدة هو أصيل الولايات الوادي جون صغير بدأ يبيع في الغلة وعنده طريقة خاصة في البيوعه ممكن برشم اللي فيها يعرفوه لأنه عنده اسم معروف لا أحب شكوله السيد هذا موجود عمل باج على الفيسبوك يبيع في الغلة بأسوام بالحق أسوام غير عادية تلموه السيد الذي عنده برشة متابعات ويستبع فيه وعنده طريقة خاصة في البيوع ولا نقطة تبيع من المنتج للمستهلك ولو المنتجيني كلموه أسمع عبر الإنترنت عبر الإنترنت تراوه عندي ترناتك كذلك تبيعهم لي يجين بيع والسلعة خارجة والأسعار معقولة أقل من تنجم تقال عليها أن أرخص برشة وهذه الطريقة هي رأي اسمعني هي المزايدات هذه المزايدات موجودة في الدمانات الكل أو المزايدات كما هكا محللة نرجع للقبلات إن شاء الله تتعمم في برشة جهات أخرى هل هي مبادرات معتبتنا ليس تفرض على الناس بشتعملهم لا لا نفرض عليهم وفهمة هي ليس بتعربح كما قلت لك يخرج السلحة ويجعل الناس يشري يا رسول الله صحيح صحيح إن شاء الله في كل شيء ليس في هذا برك إن شاء الله في العلوشة كهو إن شاء الله في الأسعار الغلة و الخضرة إن شاء الله رب يعطي خيره في كل شيء إن شاء الله نقاوه سيوم تعاونها في أسعار القطوات المرتبات وعلى فكرة مزيدة مرتفعة وعلى فكرة مزيدة مرتفعة كان إنت تيخهم الأحوم الشعبية رأب الشيخ والأسعار معقول أما لو كان الشيخ والقاتوات لغاية الغالية و كثيرا والأسعار تزيد سيادك إنت معاهم قريت القانون حسب البارح كانت أخبار عندي البارح له وعلى الأسعار تزيدهم في اللي تويت وزارة المالية بالأخص اللي ساعمل في المواد المدعمة لا رجائعين بربي لا تزيدوش نقصوا نقصوا برشة أنانية وصحة في المغازات بيع المرتبات هو أنانية وقمت بربي غياب المراقبة وقمت برشة حاجات الضافة لنقاوسوا ما ذلك لأنه ساعتك تفرق يقول لك الساعة والسيد مولرسونون لا يقول لك رابح أو ربما يقول لك المواد التي نشريها لكي نصنع غالية لذلك لذلك موضوع طويل لذلك لأنه ليس معقول قطعة مرتبات بثمانين دينارات أو بعشرة دينارات يخلي لك نفس السوم ويصغر لك لذلك القسنطيني. هذه قراءة في تونس قراءة في جامعة العمومية يأخذ الدكتوراه وكما برشا ما تواسط العام. مورريال في مورريال يعاود الكارير متاعها مرة أخرى. نتحق بجامعة ميتشيغان ونترأس الأبحاث وساهم برشا في تطوير الأبحاث غديك في جامعة ميتشيغان معتها بشتعرف اللير التونسي وين ما يمشي كفاءة وتلقاه. هو قريبا يعود البواندي من أمريكا. ساحب نوبل. وستدعاوه ويقرر في نفس القاعة اللي قرر فيها بوه قبل. في مدرسة المهندسين. في مدرسة المهندسين بتونس. نعم. إن شاء الله يكون موجود إن شاء الله يعاون التونس لأنه وجوده وتأثيره واسمه طوى رزين برشا ينجم يعاون تونس حتى في البحث العالمي. نعم. فحديثنا على الكفاءات المرة تصريح لعميد المهندسين السيد كمال سحنون يقول فيه إنه المهندسين يغادروا تونس بمعدل عشرين مهندس كل يوم. برش هو برشا. وظهور لي نزاد برشا. ما كي شفت الرقم معتها من زاوية أخرى قال لك عنا مرسمين في عمادة المهندسين. تسعين ألف مهندس مرسم بالعمادة. تسعة وثلاثين ألف منهم خارج البلد. وبطبيعة الحال أغلبهم شباب اللي هكا عندهم برشا طموح ويحبوا يخرجوا ويحبوا. روما حقهم يخرجوا. رو أنا مانيش كونتر رو لخروج ومش كونتر واحد يحسن نحييته وكذا. أما هنا نحكي على الجامعة العمومية اللي كونتهم واللي صرفت عليهم برشا ف على الأقل فما شوية ترفلوا. لأنه من قول استعويذة ما منح التكوين أو حاجة كما هكا بش ناجم تعاون لجيال اللي جاين بعض. خطر مش تونس مش أول مهندس وإخر مهندس بش تخرجوا لآخر جيل. وش يعمل اللي بنت وتخرجت مهندسة وتحب تخرج. تخليه. ليه تخرج. أنا مانيش كونتر يخرج ويخد مرار روحة مما فقط. كان فما أهلية بش ناجم تخليهم في تونس ويعاونوا تونس وتحسن لهم. معتها الإخلاس مطاعهم وكل شيء. وإلا الأكثر من هكا الج مجمعين يخدمون البارة. خطر البارة ليس يخدمون في بروجيا هو واحده. يخدمون شركات ملتي ناسيونال شركات عالمية التي تستفيد من الخبرات لهم. الشركات هذه تدفع نوع من المنحة. حكينا في الموضوع هذا. وأنا أؤكد عليهم مرة أخرى. وهذه الفلاة تلبينا وبشكاكة على خلال تنجم الجامعة التونسية تلقى باش تخفى لسقيها وتعاون روحها وتنجم تكون وقادر باش تكون. لأنه بالمكانية المسيطة شوفنا قادرين نعملوا خير بارشة من هكا. حبيب انا أخبرك على م فنية العمارة. نعم مولا بس. ها بس نحكي لك عليهم. لأننا نعرف فنية نعرف كما تحبش فن عباد معينة أو نوع من الفن معينة. نعم هما نحبه عموما. أما فن غنية اللي. ايه بلوزو ما ولو نوصوتها في اللغانية الغربية مش خيب. من العمارة هابتت بيبليكاسين وبارح على الانستغرام حكيت فيها هي عبارة عن رسالة مفتوحة لوزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. الرسالتين ما عندها حتى علاقة بالفن. أما حكيت فيها في ما معناها. ما يحس الجمرة كان لي أفز عليها. هي نعرف في عطلة أمومة وما زالت كي ولدت وإن شاء الله ربي يدوم عليها. من العمارة قالت. يعني رسالة موجهة إلى أمان موسى. أمان موسى بالاسم. تحديدا. تحديدا. قالت فيه أنه حب تتذكر أنه فهم مشروع مع تولي بالحق. فهم مشروع قالت عادة حالين في مجلس النووي بالشعب. اللي هو لعطلة الأمومة. قالت راهم تعبين برشة نساء. وراي الأم تتعب على الأخر. وبالحق روحبيب راو. تعبين على الأخر على الأخر. وبالخص مع الصغ كان لديهم تفرغ تفرغ apostles. وعطلة الأمومة لتذكير للتفرغ. المشروع القانون يتجدون 6 شهور عطلة أمومة. 4 شهور خالصين للأجر. و شهرين يشتر شهرين. وبالبوء في المشروع يتجدون شر أمان. عندما يكون هذا الشر وقومه مرتفعت علي فهمون لي منهم يدوم لغير 15 يوم. والأخي لم يتعطي نيش وكهوه وعليش خمساش نيوم واحد يزيد وتقول شر واحد خمساش واحد عشرة حتى الأب زادة مويت لها بصغار وقذيته بارجيب الحليب بارجيب كذي بارجيب كذي بارجيب الكوش بارجيب الكوش معتها بالحقر ومعتها فما فما حاجات اللي يتشاركوا فيهم العائلة كاملة وهذا كل في سبيل تنشأة صحية وتنشأة متوازنة للصغار انا مريت بهذه الطريق مرينا انتي تقريب في الجيل كل ذلك على كله تولي عندك حتى الحسابيات معتش تحسب بالبورسة وكذي بس يوم الكوش تلعت ولا هبتت ولا كذي بس يوم في البلاسة كذي برخص وبلاسة كذي برخص على كل ان شاء الله توصل الرسالة وعلى قريب سيتم البت في مشروع في القانون هذا ان شاء الله يخرج على قريب وينصف الناس الكل بش نحكي المري هذي الثقافين عندوز اخبار في الثقافة اخبار له لي جينا من كان هي تدوينه للصوحة في مهرجان السينما في كان وانتي مشيت لكان وبشت تحكيلي شوي على الموضوع هذا حبيب ترابلسي هو صوحة في تونسي ما تم بشأن للثقافة النوجورة التحية بالمناسبة هبت ساتيو البارح احكي فيه على غياب الجناح التونسي في مهرجان كان المشكل فيهش يا حبيب الجناح كارينو نخلصه في الكريم متاعه ما فما حد شايف الجناح يبدو انه فما خلل من وزارة الثقافة في المسألة هذي يعني هي كريتو هو ميكرا على ذمته هو وتعرف معناها الطريقة ذيك على البحر على الكود معناها منطقة مزينة برشة لأن أكثر وحتى فئة الناس لقداأتك غادي بك فيها المنوعة مقادرة شرعية قوية وشريية وماندوعة عخر ومنطقة أخرى من بلدين أخرى وعلى أكثر من ذلك كيف نجعل تجريب على غيره الشيقال المغاربة بلغة الغاربة هي المجامل فيهول الكبير من الجان كانت ، يضعون خريطة المغرب وزروا مراكش معتوا شو كيفش يستغلوها على كل حال هذه فرصة حزين باش نثبت وعند وزارة الثقافة شن هو المشكل هو ترحو ذايا على كل حبيب الترابيسي وان شاء الله بتبعي كفهمة تفاعل وزارة الثقافة مرحبا بيهم في الإطار هذا الحاجة الثانية اللي هي أسبوع الزعيم هذا عنوان الهاشتاك اللي موجود طوى برشا على مواقع التواصل الاجتماعي وبالخص في مصر أسبوع الزعيم شنه هو لأنه اليوم يحتفلوا بيعد ميلاد عدل إمام عدل إمام 17 ميال يوم يعمل 84 سنة الزعيم عدل إمام هنا عليش لأنه الاجتماعي قالوا نكرموه في حياته لأنه فهم حاجة خائبة مثال الشعبي في تونس اللي يعاش يتمنى في عمبا ما يجابونه هذا كموجدي ما صحيح له فهمش كون 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 قالوا عن أنتو عاجي برشا تكرموه في حياتهم شنو برشا اخذو جوائز وتكرموه على مستوى رئاسي وتكرموه في مهرجانات كبيرة فهمه فهمه أما روك نحكيه على الناس من عموش يعني ناس بحجم يعني أنا نفسي حضرت من توا 40 سنة حضرت برشا ناس تكرموه سواء كانوا أدباء أستاذ الجامعين أكاديميين فنانين تشكيليين موسيقيين مطربين مماثلين مخرجين مسرحيين شنوه طيب معتا هو مثل معتا لي أنه ذيك الحاجة فهم شوية استثنائيات متاع ناس تم تكريموه حتى على مستوى الإذاعة برشا تكرموه على مستوى التلفزة لإنتاج التلفزة طيب نخصوه لهم مقت ونحكيه على الناس المكرمين لكل نحن نتوى في الإطارة صحيح فهم بعض أسماء تونسة مع كاميرا الأساس وفهم بعض الأسماء وفهم لي تلقاههم متغيب يعني يبعد كليا وفهم لي كلك أخويا محشتيش على ما سنسعبوه طيب نحكيه على تكريمو كذب طيب عدنين أنت خبيرة تحكي وكما معك هجر حماس حكيتو عليه هاو ثمر حسني هاو نانسي هاو كذب السيرة عدنين شويش يقال بفهمه أنا عندي أنا حاضر وقدر إني نأث السهرية في كرتاج وغنى قبل في كرتاج يقبار أنه غنى متفاهمين غنى إن شاء الله يرجع لماذا ما تقال هو قلب فهمه وسرح قال أنا راني قادر نأث السهرية من سريد كرتاج نعم والناس تحكي على ثمر حسني وتحكي على كذب السيرة وتحكي معتها طيب أنت عندك حاجة لا فما زياد غرسة وفما لطف بوشناق وفما اسماء أخرى ما تروحها دوا وذنب كل معتها بشيكونوا موجودين في مارجان كرتاج ذنب معتها قادرية وأنت جيتم أما نحكي لك العدنين شويش هو قال اللي يحب يكون موجود إن شاء الله يكون عدنين إن شاء الله يكون موجود إن شاء الله يكون موجود هذا تكريم في حظ ذاته إن شاء الله هذا في حظ ذاته تكريم كبير يسر إذن يا وزارة الثقافة الرجاء أخذ بعين الاعتبار هذه المقترحات أو يعني هذه الصيحات أنت تتعبر على الناس على الجماهير أكيد برشا الناس تحب تسمع الفانة التونسي يحبوا الفانة التونسي والناس تحب ترجع للفانة التونسي لأنه هنا في الختام وأختم لأنه عدل إمام في الأشياء اللي عملوها هذا حول أسبوع الزعيم كل واحدة حكيها على ذكرياته مع عدل إمام اللي يتفرج في أول فيلم في السينما في عدل إمام واللي أتعرف على اللي معاها أسمع المرجعية شوف رسا قاد ما تونحكي لك حكاية صالح إشغام مع عدل إمام تعرف أولا أنا حبيت نسألك عندكش حكاية مع عدل إمام موجودة حكاية طريفة جدا بناتهم وإثر ذلك السود تفاهم أصبحوا أصدقاء ومنحها مقابلة للتلفزة الوطنية أجراها صالحة طينا نحكي لها إن شاء الله في فرصة لإخل لأنه برشا ناس حكيت عنده حكاية مزعيم وظهر عنده قلب كبير ياسر ما نحكيه على المواقف السياسية وكذا يظهر عنده مواقف اجتماعية قوية وكبيرة ياسر مع برشا مواطنين ولكن في بعض الأحيان عنده غرور يغتر ولا يعنده عليش يغتر ولا بصراح فما نشوفهم مغرورين ما فهم ما شاءتهم ولكن فما قامات وعندهم قيمة ولكن يتواضعوا شكرا شكرا لك حبيبي بيعتك الصح رجال مختار بعد قليل